السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين الكرام أخوتي المغربة في مكنتو أرجعنا لكم من جديد من طريق الساحلية الرافطة بين الصخيرات وادي كم الهرهورة أشغال كبيرة عملية الإزفلت انطلقات الفينيسيون ديال الطريق إن شاء الله كما تشوفوا قد تكون النوحة الطريق اللي زوينة بزاف ولكن مزيد من الحيطة والحاضر السرعة محددة في 60 كم في الساعة 60 كم في الساعة كي اللي غادي يمشي كتر من 60 وذي رسالة للإخوان السائقين والأخوات السائقات يديروا بالهم لا يجازيكم بخير لا يجازيكم بخير إلى ما ديروا بالكم لأنه الطريق هنا ماشي ديال السرعة طريق ديال 60 50 أنا دابا حاليا غادي بخمسين هنا 40 50 60 في هذه الحدود لأنه أنا مشيتي بكتر من هذه السرعة لا أقدر له الراجل كان قاطع منه أنا في الطريق فارغ رقتي غادي بستير لا تقدرش تفراني عليه بستير فطريق السلامة الجميع ونتمنهم الله الخير وصراحتنا هذا الأشغال اللي كان شوفهه الله العظيم إذا كانت تفرح بزاف وكنتمنى 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 هنا ودوار الكاربون ووعي الحياة ونجموعة من الدواوير المجاورة وبعد الأحياء انتمنهم الله الخير أكيد الخير جاء للقدام هنا القصبة هنا القصبة بالقرب من ودي كم الأشغال مستمرة والله يصخر الأمور عملية الإسفلت متواصلة هنا من شاطئ سخيرات في اتجاه ودي كم ودي كم هذا الأخير اللي تأوه كأعرف أشغال كبيرة وكبيرة بزاف تثنيات الطريق أو تثنيات القنطارة اللي كانت واحد الوقت كتدي لنا سيارة واحدة وكتجيب لنا سيارة واحدة ولكن هاد المرة هاد المرة هاد المرة كنشوفه أنه ستولدنا جوش للسيارات وتجيب لنا جوج وهذا أمر جميل وكان نبغي نبه الإخوان لما جوش واحد العام وملاعامين تليام وشدوا الطريق هادي فارا ولا ورمبوانات بزافة نايا مدارات جدا تزادوا فكل الحيطة والحاضر وشي كامل من أجل السلامة ديالكم بغينا الناس يشوفوا سلام ويشوفوا سلام إن شاء الله فاردوا بالكم الله يجزيكم بخير كما كتشوفوا الأشغال هنا في جنب هذه الطريق الساحلية أجواء مميزة هنا تبلية الراصيف الأعلام الوطنية هنا ترفري في كل مكان صراحة أجواء جميلة الأشغال المتواصلة كما كتشوفوا الصورة أقصى ليسار كذلك يعني كتشوفوا العمال ديالنا في كل مكان هنا هنا البيطان وأنتم كتشوفوا الأليات اللوجيستيك هنا هنا كنشوفوا الرافعة كذلك البوكات جي سي بيك الكل حاضر الكل متجند هنا باش الأمور تمشي مزيان هنا وادي بكم في ليمن وأطلب حر هذا خطير أطلب حر هذا أطلب حر خطير صراحة نسألوا الله السلام للجميع والإخوة اللي كمشون الشاطئ اربضوا بالهم والله يجزيكم بخير كما كتشوفوا هاي أجواء صراحة جميلة كما كتشوفوا الغلاوي ملك الحاضر هنا أجواء جميلة بجانبات كورنيش كورنيش وديكم في انتظار نهاية الأشغال نضرب لكم وادي إن شاء الله في قادة من الأيام السوداءكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته